الدولة بتبسل جهد كبير في توطين الصناعة وده جزء من خطة كبيرة لتطوير الاقتصاد وتعزيز الانتاج المحلي الحكومة شغالة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة ده طبعا بيشمل مشروعات ضخمة في مجال السيارات والأجهزة المنزلية شوفنا اجتماعات مكسافة لرئيس الوزراء مبارح مع رؤساء شركات السيارات وشركات عالمية في مجالات تصنيع تلاجات والديفريزر وده كله طبعا من أجل توطين صناعات مهمة في بلدنا من طبعا دي حاجة مهمة جدا وحاجة استراتيجية كبيرة بتشتغل عليها الدولة من فترة عندك مثلا يا شازلي قطاع السيارات في مصر حصل فيه استثمار لحوالي 30 مليار جنيه في تطوير الصناعة المحلية الهدف طبعا هو زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات ل60% بحلول عام 2026 ومن بين الخطط دي كمان الدولة بتستهدف جذب شركات عالمية وتوسيع المصانع عشان تلبي الطلب المحلي وكمان الأقليم صحيح ومش بس قطاع السياراتكم نرسل نتكلم من شوية عن قطاع الأجهزة المنزلية في هذا المجال الحكومة بتدعم الشركات العالمية واللي بدأت تستثمر في مجمع مصانع العاشر من رمضان اجتمع مبارح بالتحديد مع إحدى الشركات العالمية من المتوقع أن المشروع ده هيوفر حوالي 5000 فرصة عمل جديدة ويعزز كمان من القدرة تصدرية لمصر واللي وصلت صدراتها من الأجهزة المنزلية حتى الآن لمليار و 200 مليون دولار ده في عام 2023 كلنا متحمسين عشان نتابع ونشوف نتائج الجهود دي وبنتمنى أنها تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد وعلى الناس تابعونا النهار ده علشان نعرف كل التفاصيل عن تأثير المبادرات دي على مستقبل الصناعة في مصر مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة